اتصدرت الفنانة بدرية طلبة مواقع تواصل اجتماع ومحركات البحث وده بعد ظهورها في فوتو سيشن جديد لها اتسبب في ضجة كبيرة على السوشيال ميديا البداية كانت في صور نشرتها الفنانة بدرية طلبة على صفحتها على موقع تواصل اجتماع فيسبوك كانت مفاجأة للمتابعين ظهرت فيها لابسة فستان زفاف وشكلها اصغر من عمرها بكتير الاطلالة اللي ظهرت بها الفنانة بدرية طلبة تسببت في ضجة كبيرة على مواقع تواصل اجتماعي لدرجة ان البعض قال ان دي مش بدرية طلبة وان اللي في الصور باسمة بوسيلي بسبب الشبه الكبير اللي ظهرت بيه بدرية طلبة مع باسمة بوسيلي زوجة الفنان تامر حسن والبعض التاني قال ان الفنانة بدرية طلبة خضعت لعملية تجميل وشد في وشها وان ده هو سهب الحقيقة وراء ظهورها ده وفيه كتير من رواد مواقع التواصل انحازوا للرأي ده وفي وسط الضجة دي خرج مصمم الفستان اللي ظهر مع بدرية طلبة في الفيديو وتكلم عن السور وقال ان الفنانة بدرية طلبة ما عملتش عمليات تجميل ولا حاجة وكل اللي شفتوه في الفيديو والسور مش اكتر من ميكب ارتست شطرة وبتحب شغلها وقال مصمم الفستان ان الكوفير عملت مجهود كبيرة عشان تطلع بدرية طلبة جميلة بالشكل ده واللي خل الجمهور بتاها ما يعرفهوش